خمول عدم تركيز نسيان وكل دي أمور بيبقالها انعكاسات سلبية جداً أثناء الواحد ما بيمارس حياته حتى اليومية هل فعلاً بتبقى مرجعيتها نقص فيتامينز ولا مش شرط؟ فعلاً يا كريم بنشوف المشكلة دي كتير جداً وما بقاش مقتصر عليك برسن احنا بنشوف شباب دلوقتي مش قادر ينزل مش قادر يمارس حياته اليومية مهم جداً ان احنا نعرف ازاي ندير طاقتنا لأن الطاقة هي اللي هتدي لك الانرجي انك تعمل مستقبل انك تنزل شغلك انك تحقق اهدافك انك تعمل حتى فلوس انك او الست المتزوجة تعرف تربيعيالها ما تزهقش ما يبقاش عندها الكسل مشكلة الكسل والخمول مشكلة كبيرة جداً جداً يعني خليني يعرف يعني ايه في الاول كسل او خمول يعني اصحى من النوم ما قدرش ابتدي نشاط معين او بدأته ومش قادر اكمله او وانا بكمله عندي عدم تركيز الحقيقة اسباب الكسل كتير جداً من اهم الاسباب اول حاجة زي ما قلت يا كريم نقص الفيتامينات والمعادن دي مشكلة مهمة جداً وهتكلم اكيد على المكمل الغذائي اللي اسمه مالتي فيد ده من اقوى المكملات الغذائية اللي تقدر تديني الانرجي وان انا اقدر انتك في المجتمع وحق اهدافي طبحنا فيها يا دكتور بس يلا فينا على طول بس كنت برضو عايزة اقول ان مع الفيتامين ومع قلب مالتي فيد لازم نراعي حاجات كتير جداً لازم ان احنا تبقى منعاتنا كويسة لان التعب بيبقى نتيجة التهابات او فيروس او بكتيريا الفلونزا مثلا بتعمل تعب كبير قوي حالات البرد الشديدة بتستهلك طاقتك قصور في الغدة الدراقية بيستهلك طاقتك عدم الاكل الصحي كمان وعندي مشكلة كبيرة جداً في قصة الاكل الصحي ان السكريات وكل مرة هتكلم معاك على السكر نمنع السكريات بقدر الامكان السكريات بتهدي المناعة ب ديك طاقة فترة قصيارة لكن بتعمل زيادة في الوازنة وتعمل اضطرابات في القلب وتعمل مشكل كثيرة جداً فلازم نحد من مشروبات الطاقة عندي كمان السترس برضا هقول السترس بيسحب طاقتي فلازم نزبط السترس عشان الكورتزون يتزبط لازم نلعب رياضة كويسة قوي لازم ننام فترات كويسة 8 ساعات على الأقل في اليوم عشان الطاقة تبقى كويسة والتركيز يبقى كويس ولازم تبقى معادتي وأمعاي كويسين عشان لما أجي أتكلم على المكملات المكمل الغذائي ألب مالتي فيد الأمعاء تقدر تمتص كل المعادن والفيتامين اللي داخل ألب مالتي فيد وهي الأمعاء تبقى كويسة ازاي؟ الأمعاء تبقى كويسة أولا أدوية الحمودة ما ناخدهاش عمالة على بطال مهم جدا تحت استشارة الطبيب الأمعاء تبقى كويسة أننا برضو الأنتي بيوتكس ما تتخدش أبدا عمالة على بطالة أنها تعمل رزيستن للفيروس وبتعمل ارتشح في الأمعاء ودي ممكن تعملي مشكلة منعية تبدأنا دي الفترة دي بصفة خاصة كمية الأنتي بيوتكس اللي بتتاخد لأسباب مختلفة كثير لا لا هو ما فيش حاجة اسمها إيدا أصلا حاسن تعبان أخد أنتي بيوتكس دي كارسة شاكك لا المضادات الحيوية ما تتخدش عمالة على بطال إطلاقا أنه بتبوز حمض المعدة وبتبوز للأمعاء أنا محتاجة حمض المعدة سليم ومحتاجة أمعاء سليمة طب نفس التحذير ده دكتورة دينا ينطبق على الفيتامينس كمان يعني ساعات برضو الواحد بيسمع أن أي حاجة عموما كمبدأ بتزيد عن حدها وارد جدا أن هي تتقلب لضدها هل الكلام ده يشمل الفيتامينس كمان أكيد أكيد برضو عدم الإفراط في كثرة الفيتامينات يعني بتلاقي ناس كتير مثلا إيه أنا هتكلم على قلب مالتي فيت ياخد خمس قراص هو قرص واحد هيدي لك كل الفيتامينات والمعادن اللي هتحتاجها مش بس للطاقة للطاقة والمناعة والتركيز وسحة البشرة والشعر والوقاية من أمرات كتيرة جدا فكثرة الفيتامينس لأ وبالذات الفيتامينات اللي هي قبلة للدوابان في الدهون زي فيتامين كي زي فيتامين اي زي فيتامين دي التلاتة دول ناخدهم بحذر شديد لأن هي ليها سومية في الجسم لو معدد بتاعها زاد فدي حاجة مهمة واحنا شايفين دلوقتي العلبة اللي بتكلم عليها يا كريم ده قلب مالتي فيت مكمل غذائي بيدعم جدا الطاقة العبوة فيها 30 أرس بتكفي شهر طبعا السعر كويس جدا وآمن لكل الناس هو أرس واحد في اليوم؟ أرس واحد صباحا ولا مساءا؟ بعد الغداء على كبات مية كبيرة لأن معظم الفيتامينات اللي فيها قبلة للدوابان في الماء مالهاش أي سومية بيتاخذ مرة واحدة في اليوم هيكفي العلبة شهر وينفع أخذه لمجرد أن أنا حابب أحافظ على صحيتي ولا لازم أكون أخذه بنقل على مرة ما وتوصف لي أن أنا أخذ الفيتامين أو قلب مالتي فيت أنا بنصح به أن نحن يبقى لايف ستايل الأكل الصحي مهم لكن لا نعرف نأكل طول الوقت أن نحن نزبط فيتامين سي عندنا نزبط فيتامين إي نزبط كل عائلة بي كومبلكس داخل قلب مالتي فيت احنا شايفين دلوقتي على الشاشة جوا فيتامين إي جوا فيتامين سي فيتامين بي كومبلكس فيتامين بي وان وثو وثري وفايف وسكس وسبن وناين وثوالف الكوبلامين كل عائلة فيتامين بي كومبلكس موجودة داخل هذا البرودكت بلس أن أنا عندي الكالسيا مهم جدا للعضم ومهم للقلب كمان طبعا ومهم لتصبيت الكوليسترول في الدم عندي كمان الزنك الزنك من أهم المعادن اللي لازم نحرص أن احنا ناخدها يوميا ابتدينا نهتم به الناس اللي زي حالك اللي مش فهم قوي او مش متخصصة بس ابتدى يبقى له نجومية في الفترة الأخيرة الزنك الزنك طبعا الزنك مهم جدا جدا للمناعة مهم جدا للتركيز مهم للطاقة مهم عند الرجال للخصوبة مهم جدا جدا للرجال لأنه ممكن يكون رجال عندهم مثلا ضعف في الخصوبة بياخدوا زنك بيقدر يعزز لهم الخصوبة عندهم كويسا اشتركوا في القناة